بحضور رسميا وجماهيريا كبير أزدل مهرجان وحمص المسرحي الثاني والعشرون ستارة على خشبة مسرح دار الثقافة في المدينة حيث اختتم المهرجان بعرض عنوانه داخل خارج السرب لفرقة اتحاد عمال حمص من تأليف محمد المغوط وأعداد وإخراج سامر أبو ليلى قصة حمص مع الثقافة ومع المسرح ومع الموسيقى قصة قديمة جدا تعبر حقيقة عن أصالة أبناء محافظة حمص عن تاريخ حمص عن حضارة وإنسانية أهالي حمص الرسائل المضمنة بهذا النص ما بدي أقول جديدي جمهورنا واللي عاش الحرب واللي عاش الأزمة بيعرف كل هذه المسائل ولكن طريق التناولة بجوز عم تفتح أسئلة جديدة بالنسبة للجمهور أرجو أن نكون وفقنا حمص بكل حوايرة بكل طواقفة جاي عم تحضر مسرح عم تحضر مسرح عم تحضر فن راقي مبسوطة عم تسفئ من كل ألبا أعتقد أن المهرجان كان ناجح بدورته الحالية أولا لهدفه الأساسي هو إعادة الحياة إلى مدينة حمص وانتوا شايفين هذا الجمهور اللي عم يحضر المهرجان وبتمنى بالمهرجان القادم يكون الوضع أفضل والبلد أجمل وأحسان شهد المهرجان خمسة عروض مسرحية تفاوتت آراء الحضور حولها ولكنهم أجمعوا على أن إرادة الحياة والفن والثقافة بحمص كانت أقوى من الإرهاب الحمص هي الصباقة دائما بمهرجاناتها وبثقافتها كان كثير مهم هذا المهرجان بهذا الوقت الصعب اللي نحن فيه والحمد لله كان مهرجان ناجح مثل ما نرى جمهور كل يوم كثيف هذا دليل أن أهل حمص الثقافي بيدمون والمسرح بيدمون أداء الفرق كان بشكل عام جيد فما فوق دائما بمستوى جيد هناك طبعا لكل رؤيته ولكل وجهة نظره بمعالجة نصمة أو طريقة إخراجه تتباين هذه الأمور ولكن تختلف طبعا من عرض إلى آخر خمس فرق مسرحية لقد صداها على خشبة المسرح ما بين حمصة والسويدة واللاذقية استطاع المهرجان أن يكون دليلا واضحا وصريح بأن السوريون قادرون على خلق حياة أجمل لخدمة سوريا